أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الأمي الأمين خاتم الرسل والأنبياء أجمعين وعلى هديه نهتدي إلى يوم الدين أما بعد أتوجه بعظيم الشكر والابتنان إلى جامعتكم جامعة الأزهر بتقديمها مجموعة من الخدمات وأهمها تصوير المحاضرات الرسمية وهذه تعتبر شيء نوعي في المؤسسات بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى إحنا موضوعاتنا موضوعات تقريباً مش هنركز فيها زي ما هو موجود في الكتاب بطريقة حرفية إحنا حنشوف المناهج التعليمية ومدى تأثير هذه المناهج على سلوكيات اللي هم المتعلمين من خلال استعراضنا بعض الأفكار أو بعض المفاهيم المتعلقة بموضوع المادة كثيراً ما يساء إلى استخدام المنهج كل القائمين على وضع المناهج بيعتبروا أنه المقررات الدراسية هي مناهج تعليمية هي مش مناهج تعليمية المقرر السيرفاس هو كم من المعرفة كم من المعرفة هذه المعرفة ممكن تكون بسيطة جداً هذه المعرفة ممكن تكون تقليدية ممكن تكون حتى مستحدثة لكن تبقى كم من المعرفة شيء بسيط لا يذكر بالمقارنة مع المنهج المنهج أعم وأشمل المنهج أعم وأشمل من المقرر المنهج هو مجموع المعارف والحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والانتجاهات وأنماط التفكير وإلى آخره والتي يتم الحصول عليها بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة المباشرة وين بتكون؟ تلعوا اللي هو على مستوى الحصة الدرسية في الصف المدرس بشرح بوضح بحلل بفسر بربط باستنبط باستقرأ باستدل يتقصى يتأمل إلى آخره في بعض الجوانب لكن ما يتم داخل الصف قد تكون أحيانا أنشطة بسيطة لا تذكر بالمقارنة مع ما يتم خارج المدرسة إذن ما يتم داخل وخارج المدرسة هو منهاج دراسي إذن هذا المنهاج الدراسي اللي باعتمد على الأنشطة التعليمية الجوالات والرحلات والزيارات والمتاحف والمعارض والمؤتمرات والندوات والنشطات وألوان النشطات الأخرى هي تعتبر صلب المنهاج إذن الأنشطة لها علاقة وارتباط وثيق بالمنهاج بدون الأنشطة فلا يوجد منهاج لا يوجد منهاج والمنهاج حسب ما تم تعرفه هو الطريق الواضح لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة بمعنى الطريق الواضح اللي لا فيه لبس ولا فيه غموض ولا فيه كذا خط مستقيم إذا التزمنا إبوه معنى ها وصلنا ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة انضانكة الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يموت حتى تركنا على طريق ناهجة أي بمعنى واضحة واضحة فيش فيها لبس ولا غموض تركت فيكم إثنتين ما اتمسكتم بيهما أبدا لن تضلوا كتاب الله وسنتي عشان كده يحلم نقول دائما الوضوح مهم جدا في أي علاقة وأي معاملة فالإساءة لاستخدام المنهاج على أنه مقرر دراسي والمقرر دراسي ما تقر وزارة التربية والتعليم فقط من بعض الموضوعات البسيطة زي مثلا الحملة الفرنسية على المشرق العربي الاحتلال الإيطالي لليبيا مثلا أنا أجيب أمثلة طب لو إحنا استبدلنا معاهدة أو احتلال أو كذا واستبدلنا بشيء آخر يعني مثلا صلح الحديبية أو معاهدة أوسلو أو معاهدة تريمو أو سانريمو أو إلى آخر من هالمعاهدات واستبدلنا بشغلة معينة بسيطة جدا هل يؤثر تأثير كبير 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 في المنهج؟ أنا أتصور مش هيأثر شايفين كيف؟ في المقرر في المقرر دراسي مش هيأثر لكن المنهج مصبوغ بالصبغة إلو علاقة وارتباط بالأهداف عشان كده في بعض العلماء قالوا المنهج هو الأهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها من خلال المادة الدراسية ومن خلال الأنشطة وأسليب التقويم المتبعة شفتوا كيف؟ هذا منهج عناصر هذه عناصر ارتبطت بهذا المنهج أهداف ومحتوى وأنشطة وقبرات وتقويم شفتوا كيف؟ لكن للأسف الشديد الكل بتعامل مع المقررات الدراسية في مدرسنا على أن هذه المقررات هي المناهج هذه لا مش مناهج عشان كده أولادنا يعني بتطلعوا على التعليم بشكل عام وكذا بحسوا أنه هذا التعليم مش هو المطلوب مش هو المطلوب لأنه الطفل عنده طاقات وهذه الطاقات تحتاج إلى تفريغ هي الأنشطة هي وسيلة لتفريغ هذه الطاقات ولكن في أشياء مهمة جداً تساعدوا على النمو المتكامل جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وتربوياً واخلاقياً ووطنياً شفتوا كيف؟ يعني مش من جانب بسيط لكذا ستلاحظوا في المدارس عدد كبير من الأولاد لا يتقبلوا المدرسة لا يتقبلوا المدرسة مع أنه المدرسة هي حاجة كبيرة هي اللي بتشكل شخصيات المتعلمين وبتنمي قدراتهم وبتنمي إبداعاتهم وبتنمي ميولهم وبتنمي إتجاهاتهم بتساعدهم في حاجات كثيرة لكن هذه الحاجات مش متوفرة لأنه الأنشطة مش متوفرة والإمكانات ضعيفة للغاية وبالتالي الطفل يتطلع إلى أشياء كثيرة منها طموحاته منها ميوله منها اهتماماته منها رغباته منها مواهبه مستويات استعداداته هذه كلها شبه مفقودة في مدرسنا وهذه طبعاً بترجع لإمكانات المدارس وإمكانات الدولة اللي بتعطي اهتمام المناهج التالية ثانياً المناهج التعليمية تعتبر ثورة على المجتمع لو كانت مصممة بطريقة جيدة يعني على سبيل المثال لو قلنا أنه هذه المناهج التعليمية حتى تؤثر فيه سلوكيات المتعلمين ماذا يفترض أن يكون فيها من أشياء؟ يعني على سبيل المثال وتأثيراتها بتكون بعيدة جداً يعني القيم منظومة القيم اللي إحنا دائماً بنذكرها ليش طلبتنا مثلاً ممكن يكون عندهم خلال في بعض الجوانب إذن أنا عندي قيم قيم قد تكون ثقافية قيم فنية قيم حضارية قيم إنسانية قيم وطنية قيم أخلاقية منظومة القيم واللي إلها علاقة وارتباط بالعقيدة هي تعتبر مهمة جداً لو تم توظيفها لو تم توظيفها في مناهجنا التعليمية لو تم توظيفها في مناهجنا التعليمية لماذا بتكون مهمة جداً؟ لأنه يا ناس يا بنات يا شطر أنه هذه المناهج التعليمية بتبين خطورتها وأبعادها بعد فترة زمنية طويلة يعني ممكن المجتمع كله يكون في عنده مشاكل قد تكون المشاكل أخلاقية قد تكون إلها علاقة وارتباط بالجوانب العقائدية ليه؟ لأنه هذه المدة الزمنية لتطبيق منهج بسيطة إذا كانت بسيطة ما بتبينش واضحة لكن بعد سنوات من ست سنوات أو من خمسة لستة لسبعة لثمانية بتكون أثارها أكتر وضوحاً أكتر وضوحاً عشان كده المصممي المناهج بدهم يراعوا هذه الجوائر بالمهمة جداً حتى تسهم في تشكيل وبناء شخصيات المتعلمين على النحو المطلوب وتحقيقنا أهدافنا التربوية المنشودة القيطة لو طلعنا على اللي هو المنهاج وعلاقته أو وجهة نظره في كل من إحنا بندرس منهاج تقليدي وإحنا بندرس منهاج حديث لو إحنا اطلعنا على اللي هو طبيعة هذا المنهاج التقليدي بشكل عام هنلاحظ أنه بشكل عام طبعاً بشكل عام أنه المنهاج التقليدي في كثير من الجوانب في قصور وأنه المنهاج الحديث أقل قصور هذا لو كان توفرت الإمكانات لو توفرت الإمكانات يعني يعني إحنا ممكن يكون عندنا نقول والله إحنا ناس مبدعين بنتعامل مع نهاج حديث طيب هل المدرس يراعي التقنية والتكنولوجيا ويواكب روح العصر والتقدم العلمي والتقني والتكنولوجيا ويستمر في توصيل المعلومة للمتعلمين ويساعد المتعلم على النهوض وحل مشكلاته مثلاً أنا بجيب بشكل عام كده طيب إحنا شايفين بقولوا أنه حديث وشايفين أنه بقولوا تقليدي طيب إيش التقليدي ما هو التقليدي وما هو الحديث طيب شوفوا المنهاج من الناحية علاقته وارتباطه بالمادة الدراسية علاقته وارتباطه موقفه من المعلم موقفه من المتعلم موقفه من الحياة المدرسية موقفه من البيئة الاجتماعية طبعاً أنا لو أنا بدي أضيف بعض الشغلات المهمة جداً أيضاً كمان اللي مش بخدها الكتاب بعين الاعتبار زي مثلاً البيئة الفيزيقية البيئة النفسية البيئة التعليمية بشكل عام كده بيئات إحنا بيئات والظروف والإمكانات الموجودة اللي لا تأخذ دائماً في أغلب الأحيان هذه الأشياء تعتبر مهمة جداً الكتاب بالنسبة للمادة المادة الدراسية إيش طبيعة المادة الدراسية إيش الموجود في المادة الدراسية من كم معرفة إيش طبيعة هذه المعارف والحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والانتجاهات وأنماط التفكير الموجودة في الجانب التقليدي ها حتلاحظوا كلها بسيطة لا تذكر بسيطة لا تذكر وإنه المادة مش مترابطة مش منسجمة مش متناغمة مش موضوعاتها مستحدثة تلاقي فيها خلال تلاقي فيها خلال المعنى بسيط جداً الكم المعارفة كبير جداً تلاقي الكتاب كده مليان 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 كلام إيش طبيعة هذا الكلام هل هو مؤثر في سلوكيات المتعلمين هل هو مرتبط بواقع حياتنا اليومية ها هذه الشغلات بسيطة حاللاحظ أنه كل هذه الشغلات أنه مهم لا المادة الفروق حتى كمان طبيعة المتعلمين الفروق الفردية القدرات العقلية الموجودة عند المتعلمين ما بتكلها يعني مادة خلينا نقول غير مطورة للمتعلم ولا لقدراته ولا لإبداعاته في جوانب كثيرة طيب المعلم المعلم مين هو المعلم التقليدي الترادشنال ها مين هو المعلم هذا المعلم اللي بحاول يطلع على المتعلم ويحس أنه المتعلم دماغه فارغة فبعتبر أنه توصيل المعلومة للمتعلم أو وضحها في هذا الوعاء الفارغ هو أكبر إنجاز وطني بالنسبة له هو يعتبر إيش بالنسبة له إنجاز كبير إنه حطها المعلومة في رأس الولد لكن هذه المعلومة هي سليمة مش سليمة جيدة مش جيدة هي تحقق أهدافه التربوية ولا أكيد لا هو بيعتبر أنه هذه هي الوسيلة الناجحة لتحصيل أهدافه أو تحقيق أهدافه فهذه النقطة مهمة جدا ونقول أنه هذا المعلم اللي بكثر من الكلام الكثير ها واللي بكثر من عمل الملخصات في بعض الناس من المدرسين كان بمسك التبشورة أو بمسك الجلام اكتب يا ولد اكتب وبظل يلخص اكتب 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 أيوة سجل امسح اكتب امسح اكتب امسح امسح اكتب هذا كلام مش صحيح وين المدرس اللي شاطر واللي متمكن واللي يمتلك الكفايات التعليمية واللي عنده قدرات إبداعية يوصل المعلومة ويأثر في السلوك ويجعل المعلومة لها علاقة وارتباط بالجانب التطبيقي وينه وين المدرس اللي قادر على الاستنتاج والاستنباط والاستقراء والاستدلال والتقص والتأمل والتفكير العلمي المنظم واللي بيشكل سلوكيات المتعلمين وين المعلم القدوة الحسنة مين هو المعلم القدوة الحسنة اللي له علاقة وارتباط بالتأثير على سلوكيات المتعلمين انا اذا كان عندي معلم ترادشنال عندي مادة تقليدية بسيطة جدا وعندي متعلم معلم يرسل ارسال جيد ومتعلم يستقبل استقبال جيد يعني لا يشارك ولا يتفاعل ولا يؤدي أي غرض أي كان إلا فقط على مستوى الامتحانات الامتحانات هذه بسيطة أيضاً كمان لا تحقق كل جوانب الشخصية يعني ممكن واحد يأخذ من الأوائل لكن ما يكونش عنده قدرة على حل المشكلات ممكن ما يكونش عنده قدرة على التعامل مع المتعلمين ممكن يكون عنده خلل في بعض الجوانب المهمة جداً في شخصيته يعني ممكن بعض حتى في إعاقات يكونوا ناس متمكنين في موادهم العلمية إحنا ما بنا نعقب على هذا الجانب ونعطيه جوانب كثيرة لكن نفهم أنه المتعلم المتعلم بده فيه إله حاجاته إله إهتماماته إله رغباته إله دوافعه إله حوافزه إله فيه فروق فردية بين المتعلمين وين هذا المدرس وين هذا المتعلم من هذه الجوانب وين جو المنافسة اللي يفترض يتوافر في الحصة الدرسية إذن المتعلم في هذه الحالة غير مشارك غير فاعل يؤدي جانب فقط تقليدي غير متمكن من علاقاته إلى خطف لاحظ الحياء المدرسية الحياء المدرسية في الجوانب التقليدية كيف في الحياة المدرسية؟ اليوم اللي بنبات فيه بنصبح فيه الحياة المدرسية تسير على وطيرة واحدة طلع كيف؟ اليوم اللي بنصبح فيه هو هو فهذا الكلام طبعا ما بثير من اللي هو مشاعر وحسيس المتعلمين في كثير من الجوانب الجوانب التقليدية مملة قاتلة روح الابتكار والإبداع فيش تأكيد على القدرات العقلية وعلى الاهتمامات فكل شيء كل شيء تقليدي كل شيء تقليدي وأنه في المدرس يفترض تكون الحركة والنشاط والفاعلية بخصوص هذا الجانب وتحدث لي تغيير وتأثير نوعي في سلوكيات المتعلمين يعني أنا رايح على مدرسة يعني معناها أنا رايح على أجمل مكان أنا لازم أشوف فيه حركة لازم أشوف فيه نشاط أنا لازم أشوف فيه دراسة أنا لازم تتغير سلوكياتي مخرجاتي اللي أنا قاعد أنا ببحث عن مخرجات جيدة أنا شخصيتي تتشكل على النحو المطلوب إذن المدرسة يفترض ما تكونش تقليدية المدرسة الحياة تكون مشجعة ومحفزة فيها تكون أثير دافعية المتعلمين مش ينبسطوا لما يسمعوا فيه دراب ولا تعليق دراسة ولا كذا لأنه بلاقي نفسه وطاقاته وإبداعاته وكل شيء عنده يتحرك من ضمن اللي هو الجانب هذا المهم إذن الحياة المدرسية لازم تكون ممتعة بالنسبة للمتعلم وتحقق له كل ما يسعى إليه طيب البيئة الاجتماعية اللي هي العلاقات والتفاعلات برضو كمان هل المتعلم في الجانب التقليدي إله علاقة مع زملائه يتفاعل مع زملائه يقيم علاقات مع زملائه يشركهم في همومهم في أفراحهم في أطراحهم إحنا دائما بنقول من الناحية التربوية إحنا أهل التربية عبارة عن أسرة تربوية أسرة تربوية إذا كانت البيئة الصفية من الناحية الاجتماعية مش موفرة للمتعلم بطريقة جيدة اللي تساعده على النهوض بشخصيته هذه تعتبر أيضا مشكلة تعتبر ايه مشكلة إذن الجانب الاجتماعي مهم جدا مشاركته ها المشاركة أهم شغلة يعني مش يكون عندنا طفل انطوائي محدش يتعرف عليه ولا حد يشركه في كذا فهذه تعتبر مشاكل عويصة جدا بالنسبة للمدرس والجانب أيضا البيئة البيئة كيف علاقة المدرسة مع البيئة كيف علاقة المدرسة مع البيئة هل لما يكون علاقة المدرسة مع البيئة جيدة جيدة مش بتكون أفضل ولا المدرسة تقيم الحواجز والأسوار بينها وبين اللي هو المؤسسات والبيئة المحيطة بنفع هذا الكلام إذن هذا الكلام يعني ما بيأدي الغرض وأن البيئة وارتباط المنهاج وموقف المنهاج من البيئة يعتبر يكون موقف جيد توظف البيئة في المناهج التعليمية لتعزيز الولاء والانتماء للبيئة إذا ما كانش فيه علاقة ما فيش تعزيز والتعرف على مشكلات البيئة وعلى هموم البيئة بساعدنا على كثير من حل المشكلات إذن عندي معل عندي ماتة دراسية وعندي معلم وعندي متعلم وعندي عندي اللي هو البيئة الحياة المدرسية وعندي البيئة الاجتماعية وعندي طبعا حاجات كثيرة أخرى يعني لو أنا بدي أدخل فيه تفاصيل تفاصيلها ممكن ما أخلصش يعني مثلا الصف أنا لو أنا عملت كتاب كتاب جيد وأنا اعتبرته منهج وبدي أحاول أوظف هذا المنهج في جوانب متعددة بدي أوظفه طيب وظفته بدأت أوظف هل قلت الكتاب جيد فيما يخص الكتاب جيد طيب أنا عندي بيئة فيزيقية البيئة الفيزيقية مش جيدة المقاعد مش جيدة الإضاءة مش جيدة الصبورة مش جيدة الأثاث بشكل الإضاءة اللون البرادة كلها هذه جوانب مطلوبة كلها جوانب مطلوبة ثانيا أنا لو أنا بتطلع على الجانب النفسي الجانب النفسي عندي المتعلمين علشان يدرسوا وتكون دراستهم مجدية تكون دراستهم مجدية يعني بالعربي لما يكون قاعد جالس يكون مرتاح نفسيا اهتماماته ورغباته وميوله وتوجهاته بلاقيها بحس أنه موجودة فيه اهتمامات فيها اه إذن هذه جوانب مساعدة لكن أنا بقول أنه الجوانب التقليدية ممكن تكون في بعض البيئات أحيانا طبعا أحيانا مش في كل البيئات قد تؤدي وتحقق غرضها المنشود اه لكن في بيئات ناس عندها طموحات وعندها امكانات وعندها تطلعات وتسعى إلى التطوير والتغيير والتعديل والتحسين والتجويد هي تعتبر بالنسبة لهم مش مناسبة لأنه طموحاتهم عالية يعني إحنا أمام عدو لا يرحم إيش دورنا إحنا في منهجنا التعليمية إنه دورنا إنه ننمي اتجاهات اتجاهات وطنية مثلا على سبيل المثال هذه الاتجاهات كيف ننميها في ظل وجود أشياء كلها أغلبها تقليدية اه ممكن تسبب إنا إحباط ممكن تسبب إيه إحباط لكن إحنا بنقول نسعب نسعب عشان كده المدرس والمعلم المتعلم والبيئة بشكل عام والحياة المدرسية وإلى آخر كلها هذه المنهاج الحديث الآن ينتقل إليها في المدرس الناجح مين هو المدرس اللي مش تقليدي هل هو يلتزم التزام حرفي بالكتاب المدرسي أكيد لا المدرس هو عبارة عن موجه ومرشد موجه ومرشد ويدرس المتعلمين ويؤثر في سلوكيات المتعلمين هذا المدرس اللي هو الجيد خيرا نقول موقف المنهج منه طيب هذا المنهج هذا المنهج بده مدرس يكون مبدع يكون مفكر يكون منظم يكون مرتب لهذا المنهج حتى لو فيه ثغرات في المنهج حتى لو فيه ثغرات في المنهج يعمل على تعديلها يعمل على إثراء المنهج طيب لو في أشياء تحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى ربط وتحتاج إلى خلينا نقول مهرات عليا أكثر وين دوره بيكون موجود ولا مش موجود أكيد بيكون موجود فهذا المدرس اللي يمتلك كل هذه الأشياء هو قادر على صناعة الأجيال بطريقة جيدة طيب لو قلنا المادة التعليمية اللي كانت كم معارفة كثيرة يعني فيه ناس بيقولك والله لو كانت كبيرة بتكون أفضل ليش حتى نعرف نحط الامتحانات وحتى الطالب بيدرسوا كذا لا لا إحنا بنقول والله إذا كان منهج مستحدث أو حديث بدها تكون الكم المعرفة بسيطة ولكن الأنشطة اللي إلا علاقة وارتباط بالجانب التطبيقي بدها تكون متواجدة يعني هل يعقل يكون فيه كم معرفة وما فيه شيء ارتباطه بالجانب التطبيقي طبعا هذا فيه مشكلة إذا طبيعة المادة وتنظيم المادة أفقيا ورأسيا لازم تكون موجودة لازم تكون موجودة طبيعة التفكير في المادة يعني هل المادة بتراعي مهارات التفكير العليا بتراعي الحداثة هذه الأشياء تعتبر أيضا كمان مهمة جدا إحنا بنغفلها دائما يعني نيجي بتدرسها الكتابة والكذا طب إيش هالكتاب هذا سنت كام سنت كام من وضع هذه الشغلات كمان برضو كمان مهمة هل هي معلومات مستحدثة هل إلها علاقة وارتباط بالتطور العلمي هل إلها علاقة وارتباط بحياة بحياة المتعلمين اليومية هل بقدروا يوظفوها هل بتحدث تغيير نوعي في سلوكيات المتعلمين لو كان فيها معلومات جيدة أه ولا إحنا بس وضعنا مادة ودرسوها المادة ما يبسين هذا كلام إذن المادة العلمية لازم تكون منصقة ومرتبة وإلها أبعادها وإلها تنظيماتها وإلها حتى كمان العلماء التربية وجهت نظر هؤلاء العلماء وكلها معلومات مستحدثة وتؤثر في سلوكيات المتعلمين هذا بالنسبة معلم ومتأتاتات لاحظوا أنت كل هذه الجوانب متداخلة أيضا طبيعة المتعلم هو بدي يكون مشارك ولا بدي يظله قاعد لازم يكون مشارك المتعلم المتعلم لازم يكون عنده قدرات ويستقبل معلومات ويحاول بقدر المستطاع أن ينمي كل المهارات الموجودة عنده ويستغل أيضا مواهبه ويكون لديه فرصة للتعلم الذاتي قدرته على التعلم الذاتي في هذا الجانب المهم جدا حتى تكون تنعكس على شخصيته ويحقق النمو المتكامل بالنسبة له لأنه فيه طلبة انطوائيين ممكن يكونوا أذكية ولكن انطوائيين فيه طلبة عندهم قدرات وقدراتهم لا تظهر فدور المعلم والمتعلم يكون له هذا الدور كمان أيضا يشارك البيئة التعليمية والبيئة النفسية والبيئة الاجتماعية بدها تكون جيدة بدها تكون جيدة يعني لو احنا جلسنا في مكان جلسنا في مكان يكون مرتاحين لو لو احنا حسينا أنه حاجاتنا واهتماماتنا مهملة تماما مهملة تماما كيف بده يكون وضعنا إذن هذه الشغلات بالنسبة إلنا تعتبر خطيرة عشان كده بنقول المناهج التعليمية وما تتضمنه المناهج التعليمية سواء على مستوى مستوى اللي هو المعلم أو المتعلم أو المادة الدراسية أو البيئة الاجتماعية أو البيئة النفسية أو البيئة الفيزيقية أو 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 إلى خيره كل هذه تعتبر مهمة جدا حتى تكون نموذج جيد للمتعلمين أيضا البيئة البيئة لو احنا بنا نقسمها لكذا صنف حنلاحظ بيئات كثيرة في ناس عندنا ممكن يعيشوا في بيئة ساحلية وبيئة صحراوية بيئة خيره نقول إيش جبلية بيئات كثيرة لكن هل يصلح هذا المنهج لكامل الوطن ولا لفئة معينة هل بعالج كل قضايا الناس ولا فئة خاصة هل له ارتباط بالشعب كله ولا بفئة خاصة هذه الشغلات مهمة جدا لو احنا بنا نسأل عشان نعرف أنه هذه المناهج لها أهميتها ولها قمة أيضا بالنسبة للمؤسسات المؤسسات البيئة الاجتماعية البيئة الاجتماعية علاقتها جيدة مع اللي هو موقف المنهج منها علاقة جيدة علاقة جيدة لا يمكن فصل المدرسة عن المؤسسات لا يمكن لا يمكن يفترض أن تقيم علاقات مع المؤسسات حتى تسد حاجاتها منهم يعني ممكن المدرسة تحتاج بعض الحاجات من مثلا مؤسسات إلى علاقة وارتباط بحقوق الطفل مثلا حقوق اللي هو المرأة في قضايا حقوق الإنسان على سبيل المثال كمؤسسة طيب في مؤسسات صناعية في مؤسسات تجارية في مؤسسات بشكل عام التعليمية في مؤسسات خاصة في مؤسسات عامة لو كانت العلاقة مفتوحة بين هذه المدارس المدارس وبين هذه المؤسسات كبيئة اجتماعية أحلى تفاعل وأحلى انعكاس على الوضع التعليمي شفتوا كيف لكن لو كانت المدرسة مغلقة كما كان في المنهاج التقليدي كيف بده يكون الانعكاس الانعكاس كيف بده يكون أكيد سلبي إذن عشان كده بنقول أنه المنهاج التقليدي منهاج بالفعل لا يلبي حاجات المتعلمين المنهاج الحديث يستطيع من خلاله المعلم حل الكثير من المشكلات المتعلم في المنهاج التقليدي يحس بالإحباط طموحات المتعلم بالنسبة لمنهاج الحديث تحس أنه طموحات ومستواها عالي أيضا البيئة الاجتماعية في المنهاج القديم مدمرة تدمير كامل لا يوجد علاقاته لا يوجد تفاعلات أيضا في البيئة الاجتماعية وعلاقتها بالمنهاج الحديث ستلاحظوا في قمة التفاعلات ستلاحظوا أن المادة الدراسية مادة عقيمة في المنهاج التقليدي والمادة جيدة وممتازة تلبي جميع حاجات المتعلمين في المنهاج الحديث ستلاحظوا البيئة النفسية الإنسان يكون طبيعي ومرتاح وكل معاملاته وكل علاقاته وكل رغباته واتجاهاته وميوله واستعداداته وقدراته وفروق الفردية ولا إلى خيره كلها هذه ملبية إذن هذه الشغلات مهمة جدا أنه نفهم أنه لو كان المنهاج الحديث منهاج يراعي كل الجوانب المهمة في شخصية المتعلم هل يحقق النمو المتكامل ولا لا إذا كان هذا المنهاج يهتم بالمتعلمين ويهتم بالمدرسين ويعطي قيمة ويعطي قيمة اللي هي البيئة والظروف والإمكانات هل يتحقق النمو المتكامل في شخصية المتعلمين مين بدها تتسأل مين بتحب تتسأل مين بتحب تستفسر في أي قضية أين كانت مين وصلت لها المعلومة طيب إيش رأيكم إذا كان المنهاج قوي يعمل على إحياء المجتمع وسياسة الترقيع في المناهج التعليمية مرفوضة لأن السياج الأمني فيها سياج أمني للمناهج التعليمية في دول تتفاخر في مناهجها التعليمية وتحدث طفرة نوعية في تغيير حياة الإنسان في حياة الإنسان إذا كانت هذه المناهج مدروسة على أسس علمية أسس علمية وهذه الأسس مدروسة وتخضع لأبحاث تربوية هذه تحدث تغيير نوعي في المجتمع وسياسة الترقيع مرفوضة إذن هذه المناهج التعليمية تعتبر عصب أمن الدولة هذا لو كانت دولة عصب أمن المجتمع لو كان مجتمع متطور أنامي عاوز يأخذ بأسباب التطور إذن هذه الجوارب مهمة جدا بالنسبة لأن المنهج هو يعتمد على أهداف ويعتمد على أنشطة ويعتمد على خبرات وتقويم وكل هذه الأشياء تعتبر بالنسبة لنا مهمة جدا طيب لو إحنا نتكلم على شغلة مهمة جدا المنهج كنظام المنهج كنظام يعني مدخلات وعمليات ومخرجات والمتعلم هو يعتبر أحد مخرجات العملية التعليمية التعلمية المتعلم يعتبر أحد أحد مخرجات العملية التعليمية التعلمية فهذه الأشياء المهمة جدا أنه نتعامل معها كنظام نتعامل معها كنظام والنظام إيش هو النظام إيش شو هو لو إحنا بنتطلع على الكون الكون عبارة عن نظام الكون عبارة عن إيه؟ نظام جسم الإنسان يعتبر نظام جسم الإنسان يعتبر نظام المؤسسات كل مؤسسة تعتبر نظام إيش النظام؟ مش فوضى النظام سيستم النظام سيستم كله بيكمل بعضه مجبوعة العناصر والعلاقات اللي بتحكمها القوانين والأنظمة والزمان والمكان والعلاقات التبادلية الشبكية التي تتفاعل بعضها البعض في إطار وفي نظام كل منها يكمل الآخر لو اختل منها عنصر انعكس على باقي العناصر الأخرى كيف؟ قوانين وأنظمة وزمان ومكان وحدود وعلاقات تبادلية الرجل تتخيلوا تتخيلوا معي لو اخرنا على وزارة من إحدى الوزارات الصحة مثلا على سبيل المثل أين فلان؟ والله تذهب إلى فلان وفلان وقالك اذهب إلى فلان وفلان بقول على فلان وفلان بقول على فلان وهذا يزوج على هذا وهذا يزوج على هذا هل يتحقق النظام؟ هل يتحقق النظام لو اجت بند وسألت مسؤول في مؤسستها اللي بتدرس فيها وقالت له وين فلان انا عاوز اسجل كذا انا بدي اعمل كذا وقال له طيب روح على فلان روح على المالية روح على قبل التسجيل روح على كذا هذا يزجهانة وهذا يزجهانة وهذا يزجهانة وهذا يزجهانة هذا نظام ما فيش نظام بكل نظام حتى على مستوى الامن لو كل جهاز امني اعتمد فقط على ذاته ماكملش العلاقة بينه وبين باقي الاجهزة هل يتحقق النظام اذا النظام مهم جدا لاي جانب اي كان لانه اذا اقتل عنصر من هذه العناصر انعكس على باقي العناصر الاخرى سبب خلل سبب خلل بخصوص هذا الجانب اذا احنا بنتناول الاهداف بنتناول الانشطة والخبرات بنتناول محتوى المادة دراسية بنتناول بنتناول الخبرات والانشطة وبنتناول التقويم وبنوضح العلاقة الجيدة ما بين الأهداف والمحتوى والأنشطة والخبرات والتقويم شبتوا كيف؟ العلاقة فإذا كان فيه خلل في النتاجات التعليمية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقة هذه الأهداف فيها خلل فيها شمالية فيها تنوع فيها علاقة بمصادر اشتقاقها فيها مشاكل كثيرة فيها ممكن تنعكس على محتوى المادة الدراسية لو المحتوى المعارف والحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والإتجاهات والماطر التفكير مش منظمة مش مرتبة مش فيها مشاكل وإلهاش علاقة بالأهداف وإلهاش علاقة بالأنشطة والخبرات وإلهاش علاقة بالتقويم طبعاً حيكون فيه مشكلة طبعاً حيكون فيه مشكلة إذا كان الخبرات والأنشطة الأنشطة ما لهاش علاقة بالأهداف والأنشطة مش منظمة مش مرتبطة بالمحتوى المادة الدراسية مش متسلسلة لا تراعج فروق الفردية ولا القدرات العقلية ولا إمكانة المتعلمين حتسبب مشكلة أيضاً إذا ما كانش علاقة بالتقويم برضو كمان مشكلة التقويم اللي فيه تشخيص للموقف التعليمي وعملية مستمرة وعملية نامية وتحدد فيها جوانب القوة والضعف ونصل إلى إصدار أحكام ونعمل معالجات من ضمنه ومتابعة إذا ما كانش هذا الجانب المهم جداً إله علاقة بالأهداف وما ليوش علاقة بمحتوى المادة الدراسية وما ليوش علاقة بالأجلطة والخبرات وما ليوش علاقة بالتقويم إذن فيه مشكلة إذن الأهداف من أهداف عناصر المنهاج من أهداف ومحتوى وأنشطة وخبرات وتقويم يجب أن تتفاعل مع بعضها البعض في إطار وفي نظام كل منها يكمل الآخر إذن كل منها يكمل الآخر وإذا اختل عنصر من هذه العناصر إن عكس على باقي العناصر الأخرى وبتكون العملية التعليمية عملية غير منظمة وغير سليمة وغير واضحة وبالناش تقول فاشلة لكن لا تحقق الغرض والهدف المنشود أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه